في السؤال اللي يتعلق بالموروث الثقافي اللامادي هو الحديث عن الموروث الثقافي حديث ممتع حديث راقي لأنه يمس جذورنا أصالتنا هويتنا مكتسبات ورثناها على جدودنا ذلك عليش أنا في البداية خلينا نوضحه ونبسطه للسادة المستمعين مفهوم الموروث الثقافي اللامادي في البداية الطرف اللامادي هو يشمل التقاليد أو أشكال التعبير الحية الموروثة عن أجدادنا واللي دولتها أجيال على أجيال حتى وصلت لنا كما أشكال التعبير الشفوي الفنون وتقاليد أداء العروض الممارسات الاجتماعية والتقوص والاحتفالات الثقافة الغذائية التقليدية الألعاب الشعبية التراثية المهارات المتعلقة بالحرف التقليدية أوهيرها من سنة 2003 في باريس اليونسكو عقدت اتفاقية لحماية التراث الثقافي الغيرمادي من الوقت هذا وبدأت سباق دولي وخاصة عربي لإقرار الاتفاقية وأعداد ملفات تحدد عناصر الموروث الثقافي اللامادي وتشجيل الأرصد هذه ضمن لوائح وقوائم التمثيلية للتراث الإنساني اليونسكو الهدف بتبيعة الحال التعريف بها وحفظها من التلف وحمايتها حتى تبقى خالدة بوصفها بتبيعة من أبرز مقاومات الهوية اللي عملت أجيال وأجيال متعاقبة على تشكيلها لكن خلينا نكونوا واضحين وبصريحة العبارة أحنا اليوم في زمن زحف العولمة واللي بديت بصورة واضحة تقضي على خصوصيات الاجتماعية والثقافية للدول العربية النماذج الغربية والأمريكية هي اللي تغات وليساعدتها على ذلك هما وسائل التواصل الاجتماعي سوسيال ميديا وسائل الأعلام بشتى أنواحها بالإعلانات متاحة للمنتوجات الغربية المنتوجات الأمريكية التقنيات الحديثة كلها ساعدت بش ثقافة الغربية هي اللي تهيمن على الثقافية المحلية متاعنا هي اللي تهيمن على هويتنا العربية اللي اليوم أصبحت مهدة بالاندثار بش تحل محلها ثقافة الأسماء كما قلت ثقافة تحل محلها ثقافة اللي ما تربطنا بها حتى علاقة وهذه اللي باش يعرض كما قلت التوراث الثقافي اللامادي لأختار تدهور والزوار والتدمير خاصة في ظل افتقار اليوم برشة دول تفتقر الموارد البشرية والمادية اللازمة باش تحمي موروثها الثقافي اللامادي نرجع لأصل السؤال الموروث الثقافي اللامادي التونسي وهذا ليهمنا أحنا وين أحنا وين وصلنا في تثمينه وسيانته أول حاجة تونس صادقت على اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التوراث الثقافي اللامادي بعد ثلاثة سنوات من أقراره أي سنة 2006 وبقى الأقرار هذه لمدة ستة سنوات في رفوف مجلس النواب الشعب حتى صادق عليه وأشرف معهد الوطني للتوراث على تشكيل طريق من المختصين والباحثين في مجال التوراث لجرد التوراث اللامادي التونسي في الحقيقة العناصر اللي وقع تشجيلها توراثا إنسانيا عالمين هما خمسة اثنين سجلناهم وحدنا وهما الصيد بالشرفية في جزر قرخنا وفخار سجنان واللي بتبيع وثلاثة تشاركنا فيها مع دول عربية وهما النخلة والخط العربي والكوسكسي احنا ما نشفش ندخل في نقد مجهود مؤسسات وطنين توقلت إليها مسؤولية حماية وجرد أو تشجيل عناصر موروث الثقافي اللامادي ظننا لأحد اليونسكو لأنه نعفو احنا فما العديد من الأسباب ومشاكل قد تكون مادية وقد تكون بشرية وقد تكون لوجستية وخاصة في انعدام وجود استراتيجية واضحة لتثمين الموروث الثقافي اللامادي التونسي فقط أنا نحب نقول حاجة ونأكد عليها لتونس وكلنا نعرفو تعاقبت عليها حضارات عريقة امتدت على ما يقدر بثلاثة آلاف سنة شهدت خلالها عصور البونية والرومانية والبيزنطية الفينيقية وعربي اسلامية وعثمينية وحسينية والفاطيمية حتى لنا وسنة لزمن الحماية الفرنسية حاجة مهمة جدا أخرى نحب نأكد عليها اللي في القرن الستاش تونس كانت مركزا للثقافات وكونها معناها انفتحت على العالم العربي واندمجت في الامبراطورية العثمانية المهم في كل هذا اللي الحضارات والثقافات اللي مرت على بلادنا ودورت عليها أجيال وأجيال في تشكيلها ما تنجم تخلي كان موروظ ثقافي كبير وزاخر سواء كان مادي ولا لا مادي اليوم تشجيل كل عناصر الموروث الثقافي اللامادي واللي نعتقد اتعد بالمئات وكي نحكي على سبيل الذكر لا لا الحصر مقروض القيروان اللي اعتبر من الحلوات الشعبية التقليدية المعروفة بها القروان وحتى كان نلقاه حلوات تشبه لها في بردان العربية أخرى فأنها راي تختلف عليها في المذاق أو في طريقة الأعداد اللي باس تقليدي التونسي العروس في جهات مختلفة كل جهة عندها خصوصيات من بنزارة البنجردين كل جهة عندها خصوصيات في اللي باس تقليدي اللي باس تقليدي اللي معروف بصراء مكوناته وأغلبها من حارير المطروس وتلقى فيها حتى المطروس بالفضة واللي بالذهب زادها نحكيه على الفرملة والتخليلة والحزاب هذا وكله وكنزيدوا عليه الأكسسوارات الحويلة لأنه اللي باس تقليدي مميز بأكسسوارات متاعه واللي هي مكملة رئيسية للباس ما ننسى وزادها اللباس الرجالي البرنوس والجبة والشاشية فما زادها مرجوم جفصة واللي هو من المنسوجات الصوفية المعروفة بزغارفها وجمال ألوانها واللي تحولت من نسيج وظيفي إلى نسيج فني جمالي وإلى نسيج جداريات ولوحات فنية تشكيلية رائعة ورائعة جدا عناصر عديدة أخرى موجودة كما الأكلات البسيسة البركوكش محشي أو جرنغ زال تطوين مخارق باجة رومان تستور الحنة الجابسية نخل الجريد الحيلف المرتبطة بالحلفاء والفروسية الأغاني الشعبية الشهر الشعبي الخرافات التشنشينات والطرق التقليدية في سيد السمك والحيوانات البرية والطيور إضافة إلى زيت الزيتون والعديد العديد من العصر الثقافية الهامة جدا اللي تظهر بها كل ربوع بلادنا إضافة إلى المهرجانات الدولية التراثية كما مهرجان سيد علي بن عون في سيد بوزيد مهرجان دوز الهوارية نابل الورد فياريان العديد من التظاهر الثقافية التجارية السياحية اللي تستقطب سنويا في حدد كبير من الزوار سواء من داخل البلاد أو حتى من خارجها يجيوا وبشحظوا فعالية التظاهرات هذه التظاهرات ينتظرها أهالي المناطق هذه ينتظروا مواعيدها بش يروجوا منتوجاتهم وتشهد المناطق هذه معناها أنت عاشة حركة اقتصادية كبيرة خلال فترة المهرجان المهرجانات هذه إذن اللي حكينا هذا عليه كله للذكر للحصر الموروث ثقافي ثمين وثمين جدا شكلته أجيال وأجيال هو اليوم بنيدينا لازمنا نحافظ عليه اليوم لابد من إرادة سياسية قوية لدعم الجهود الرامية إلى التشجيل أكثر ما يمكن من عراصة الموروث الثقافي اللامادي ضمن لوائح اليونسكو علاش؟ لأن العالم ما يعرف كان القليل والقليل على الموروث الثقافي التونسي إذن فالتعريف بهذا الموروث اللامادي باش يخلينا نستقبع عدد كبير من السياح ويخلق وباش يخلق ديناميكية سياحية جديدة وبديلة ينجم اليوم باش يخلق سياحة جديدة كما قلت بديلة سياحة غذائية تقليدية ثقافية تجارية ترفيهية في كل ربوع الوطن واللي من شأنه باش يحرك العجلة الاقتصادية في مناطق داخلية مناطق داخلية صحيح فقيرة مادية لكنها غنية بموروثها الثقافي موروث الثقافي لازم يتحول إلى فعل اقتصادي مستدام يحسن الوضع الاجتماعي ويكون تنمو بامتياز دور وزارة الثقافة اليوم هام في تشجيع الجمعيات المحلية للقيام التظاهرات ومهرجانات ثقافية مهرجانات ثقافية لتثمين الموروث الثقافي اللامادي مهرجانات يلزم تدفع بها ودشيحها ودعمها باش توصل تولي الدولية مش شكلا بل مضمونا مضمونا حتى تستقطب الصيح وتروج المنتوجات المحلية التقليدية متعنا اعلامنا زادة اليوم عنده دور كبير السينما وسائل التواصل الاجتماعي التقنيات الحديثة اليوم كلها لازم تتوظف للتعريف بالموروث الثقافي اللامادي اليوم ما بده يلزمنا باش نمشيوا للمعارض والمرتقيات الدولية والعالمية باش نعرفه ونقدمه ونروجه منتوجاتنا وموروثنا اللامادي اللي حكينا عليه اللي حكينا عليه اللي حكينا عليه الكل اليوم لا بده من توثيقه لازم كل شي يتوثق شعر شعبي خرفات شنشينات اغاني اه وغيرها وهكا نجموا ننجحوا في مواجهة العولمة والثقافة الغربية باش نواجوها نواجوها بسلاحهم هما واللي هي التقنية الحديثة واستعمالها لإحياء وتثمين وتعريف وبراز موروثنا الثقافي المادي ان شاء الله ان شاء الله الفيدة حصت شكرا لحسن استماعكم وان شاء الله في حلقات ومواضيع اخرى احنا